الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يصطدم مجددا بالطموح والعناد الإيراني المستمر فكل فريق يتمسك برأيه ويتشبث بمطالبه وتطلعاته الولايات المتحدة وإيران رفضتا مؤخرا التزحزح عن مواقفهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح حوار بينهما على الرغم من الضغوط الدولية التي مورست عليهما إذ اشترطت طهران رفع العقوبات المفروضة عليها قبل بدء أي حوار مع الإدارة الأمريكية التي ردت من جهتها بفرض حضر سفر على كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد عائلاتهم المرشد الإيراني علي خامنئي وفي خطوة تصعيدية قال إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 حتى يصل الاتفاق إلى نتيجة وصفها بالمرغوبة وفي سياق يدعم ما جاء به خامنئي قال برلمانيون إيرانيون إن مستقبل الاتفاق النووي متوقف على الموقف الأمريكي مرجحين إمكانية التفاوض في حال تم رفع العقوبات المفروضة على طهران كما اعتبروا أن الأوروبيين يماطلون إيران داعينهم إلى اتخاذ خطوات عملية إذا رغبوا بالعودة إلى الدبلوماسية الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية بالبرلمان الإيراني فلاحة بيشة وصف احتمالا نشوب حرب بين بلاده والولايات المتحدة بالضعيف لأن واشنطن تدرك أنها لن تتمكن من إدارة حرب تخوضها مع إيران بحسب فلاحة بيشة الذي قال أيضا أن البيانة المشتركة الصادرة عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الذي يحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو تم نشره بالتنسيق مع واشنطن وأن الأخيرة تهدف لإجبار إيران على مفاوضات وخطة جديدة ولذلك تنتهج سياسة الضغط الأقصى ضدها من جهته قال أكبر تركي النائب في البرلمان الإيراني إنه لا يمكن الاعتماد على الدول الأوروبية معتبرا أن الأخيرة ترغب في إضاعة الفرص على إيران تركي أضاف أن الدول الأوروبية حين أعلنت أنها ستطلق نظاما خاصا للتعامل التجاري مع إيران كانت ترغب فقط في كسب مزيد من الوقت لأنها لا تمتلك إيرادة حرة بل تتحرك بضغط من واشنطن ومع لجوء إيران إلى التقارب مع القطب الروسي العدو لأمريكا خلال الأيام القليلة الماضية يرى مراقبون أن التحركات الإيرانية الجديدة تضع الأيام القادمة أمام احتمالية الكشف عن حقيقة الصراع الكبير ومن سيحسمه وبأي قدر من الغنائم والمكاسب السياسية